للحديث عن الذكرى الثالثة لتفجير مرفاء بيروت والأسباب التي تحول دون الوصول إلى نتائج حقيقية ومساءلة للمسؤولين عنه معنا من إسطنبول المحامي وأستاذ القانون الدولي طارق شندب أهلا بك أستاذ طارق في البداية ثلاث سنوات على الحادثة الفاجعة التي وقعت في مرفاء بيروت لا تعد فترة كافية للوصول إلى نتائج حقيقية في ظل حديث السلطات اللبنانية عن جدية التحقيقات تحية لك والأستاذ المشاهدين ثلاث سنوات والسلطة اللبنانية هي من تعرقل التحقيقات وهي من تحاول إقاف مسار التحقيق ونجحت في ذلك أولا عندما رفضت الحكومة اللبنانية إعطاء الإذن لملاحقة بعض المدراء العامين الأمنيين ثانيا عندما رفضت وزارة الداخلية إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام السابق وثالثا عندما رفض وزير المالية التوصيل عن المناقلات القضائية في محكمة التمييز وبالإضافة إلى عمليات التمييع القضائي السياسي الحكومي التي ترفض أن يتم ملاحقة بعض المشتبهرهم من كبار المسؤولين وهذا ما جعل الحكومة هي في موضع الشبعة وهي لا تريد التحقيق وإن كانت تتبجح أمام الرأي العام الدولي أنها تحاول الوصول إلى نتيجة صحيحة أو نتيجة لكشف المجرمين في جريمة العصر التي هي جريمة تبجير مرفأ بيدون ومنذ ثلاث سنوات حتى اللحظة ما زالت أعمال التعطيل التي تشارك فيها وزراء ومسؤولين والمجلس النيابي وكبار المسؤولين في تعطيل أعمال المحقق العدلي مستمرة حتى هذه اللحظة لكن ليس من حق ذوي الضحايا وحتى الدولة اللبنانية نفسها الوصول إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة لماذا يتكرر إعاقة عمل القضاء في لبنان كما جرى في قضية مقتل رفيق الحريري للأسف أن الحكومة هي من تعرف التحقيقات أن المسؤولين في الحكومة من وزراء ومجلس النيابي والمدراء العامين ووزير الداخلية ووزير المالية هم من يعرفون التحقيق وأن ذوي الضحايا لهم حقوق لكشف حقيقة من قتل أبنائهم وأباءهم وأقلباءهم ولكشف من أدخل تلك المواد المتفجرة واستعمل المرافع اللبنانية خدمة لنظام بشار الأسد أكيد حزب الله هو الجهة الأقوى في لبنان الذي يملك القرار بتحريك الحكومة وهو المشتبه الرئيسي بتقطية الأعمال تلك الأعمال الإجرامية والكل يعرف ذلك ماذا حصل في الشارع وكيف أطلقوا الرصاص على المتظاهرين وكيف يحاولون تهديد المحق العدي من داخل قصر العدل في بيروت دون أن تقوم النيابات المختصة بملاحقة أي من هؤلاء الذين يهددون القضاء ويسيئونها إليه الكل يعرف أن القرار في لبنان بتجميد التحقيق في المرفع بقضية المرفع هو قرار من قبل ميليشيا حزب الله وحركة أمل نفذته الحكومة اللبنانية طلعية وكرها أستاذ طارق على مستوى الإعمار من المسؤول عن هذا الجفاء الدولي والعربي تجاه إعمار مرفع بيروت هل ترى أن الحكومة اللبنانية كانت على مستوى الحدث؟ أبداً الحكومة اللبنانية لم تكن على مستوى أي حدث منذ عشر سنوات حتى اللحظة وبالأخص بعد تفجير مرفع بيروت فيما يخص الإعمار لموضوع الإهراءات أي دولة عربية اليوم لا تستطيع أو لا تدفع أي مبلغ من المال أو أي مساعدة إلى لبنان ولا أي دولة نبية لأنهم يعرفون أن تلك الأموال سوف تذهب إلى جيوب السارقين والناهبين الذين نهبوا المساعدات الأجنبية والمساعدات العربية التي قدمت إلى لبنان وأصبح المساعدين اللبنانيين من أقنى أقنية العالم كل معظم المساعدات التي قدمت إلى لبنان من الدول العربية بالذات من الكويت من السعودية من قطر من الإمارات من جميع الدول العربية أين ذهبت تلك المليارات التي هي تستطيع أن تبني عشرة بلدان مثل لبنان ولكن مستوى الفساد في لبنان مستوى السرقات جعل المسؤول اللبنانيين من أسرى أسرى العالم على حساب الشعب اللبناني ولذلك لا ثقة من المجتمع العربي ولا الدول العربية ولا من الدول الأجنبية ومن البق الدولي بأي مسؤول لبناني لذلك لا يستطيعون أن يقدموا أي مساعدة لبنان لأنهم يعرفون أن تلك المساعدات يقراجها إلى جيوب السارقين والناهدين إلى سؤال جديد كيف تقرأ مطالبة وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام دولة الكويت بالتكفل ببناء مخازن للقمح في لبنان الذي يقول أن الأموال متوفرة لديها أي الكويت هل ترى أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتحفيز الآخرين على تقديم الدعم الكويت لها أياد بيضاء كما السعودية كما بات السواء العربية بمساعدة لبنان وهم قدموا الكثير للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني ولكن كما قلت لك لن تستطيع أو لن تقوم أي دولة بمساعدة لبنان لأنهم لن يحصلوا على ضمانات أن تلك الأموال سوف تجهب لبناء المؤسسات اللبنانية أو لأن المؤسسات اللبنانية هي مؤسسات مخروقة ميليشيايا والمجمل الأموال سوف تجهب إلى جيوب الناهدين والسارقين بدون أي حساب حتى أن المسؤولين اللبنانيين نهبوا أموال اللبنانيين في المصارف بدون أي حساب نهبوا أكثر من 300 مليار دولار من جيوب اللبنانيين وإداعات اللبنانيين في البنوك ودون محاسبة أي من هؤلاء المجرمين لذلك أي دعوة لأي دولة عربية الدولة العربية التي تحب لبنان ساعدت مشكورة لبنان في زمن ما هي لن تقدم أي مبلغ لأنها تعرف أن تلك الأموال سوف تذهب إلى جيوبها أو المسؤولين الذين يستورون على الحكم منذ 30 سنة حتى اليوم ويسرقونها بحجة جواهية وبنفس الوقت يقومون بمهاجمة الدول العربية والإساءة عليها بين فترةين وأخرى لسؤال الأخير أستاذ طارق ما الذي يمنع تدويل قضية تفجير مرفأ بيروت لسيما وأن هناك من يرى أن تحقق ذلك يعني بداية الخلاص السياسي في لبنان يعني لبنان مرة بتجربة مماثلة في قضية قيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما تقاعف القضاء اللبناني والإسلامية عن القيام بواجبها لكشف الحقيقة فتم تدويل القضية لإنشاء محكمة خاصة وبعد 15 سنة أصدرت المحكمة الخاصة قرار أو حكم باتهام عناصر من الإنشاء حزب الله باستكاب الجريمة لأن عزب الله هو من نفذ الجريمة وحزب الله يرفض تسليم المتهمين ويرصد الاعتراف في المحكمة الدولية هناك تجربة سيئة للبنان مع المحاكم الدولية وبخاصة الموضوع الحريري والدولة لم تنفذ تعهداتها ولم تقم بتسليم المجرمين ولا توقيفهم بل هي بالعكس يعني تماطل في ذلك أو لا تكون بأي واجب في ذلك لذلك مع أن هناك دعوات دولية من معصرات دولية مثل الانبيستي وهيمر رايت واتش للتحقيق الدولي لإجراء تحقيق دولي في قضية مرسى بيروت لأن القضاء اللبناني يبدو عاجز من الناحية التقنية أو لأن هناك وضع عصي في دولي بالقضاء اللبناني وأنا أطالب من رأيي قانوني أن يكون هناك تحقيق دولي ولكن عبر نفس القضاء عبر نفس قاضي المحقق العدي لأنه هو الأدرة بالقانون اللبناني مع حماية دولية ودعم دولي وفرض عقوبات على المسؤولين الذين لا يتزمون بالقانون عندها سوف ترى الأمور تسير بسرعة أكثر لو كان هناك عقوبات دولية على المعارقلين من وزير المالية أو على المعارقلين من الوزير الداخلية أو على المعارقلين من الحكومة اللبنانية الذين يمنعون التحقيقات من نجلس النيابي وغيرها مع عقوبات عربية ودعم للمحقق العدلي لكنا وجدنا نتيجة ولكن أعتقد أننا سوف نرى نفس النتيجة إذا زم إجراء تحقيق دولي بدون تعاون من القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية بصورة جدية كما حصلت في قضيات الحريري التي تنفيذ أي من نتائج تلك المحكومة من إسطنبول المحامي وأستاذ القانون الدولي طارق شندب شكرا جزيلا لك